تحياتي يا أصدقائي صديقنا سامي بسأل سؤال وجيح نحن فيه حسابات موثقة متابعينها عرب عدد متابعينها قليليين وتاريخ الحسابات قليلي فكيف بحصل هذا الموضوع حال هنا حسابات متاحة طبعا مصطلح حسابات متاحة باختلف من منطقة لمنطقة أو من دولي لدولي البعض بسميها حسابات متاحة والبعض بسميها حسابات معلقة من فيسبوك ولها مسميات مختلفة المفهوم في حسابات متاحة اللي هو لما يكون حساب على موقع التواصل الاجتماعي صاحبه ما بفوت على هذا الحساب لفترة زمنية طويلة جدا خصوصا انه كان زمال يتم الاستلاع على هذه الحسابات بعد انه يكون ايميل الهوتميل ينتهي صلاحيته فيتم انشاء نفس الايميل وطلب استعادة هذا الحساب على فيسبوك او انستجرام او غيرها بعدها بتم تقديم طلب او اذا كان الحساب اصلا موثق بتم الاستلاع على هذا الحساب بما انه له فترة طويلة مش مستخدم وانتهى البريد الكتروني المرتبط بهذا الحساب غير عن هيك ممكن البعض بيستخدم التزييف والتحايل على شركات السوشيال ميديا يعني بروحوا بجيبوا وثائق والصور جوازات صفر واثبتات انه هذا الحساب لشخصية مشهورة بكون الحساب موجود مثلا له حساب موثق على تويتر او انستجرام او غيرها ولكن مثلا ما له حساب على فيسبوك فبنتحنوا شخصيته وببعثوا وثائق وبوثقوا هذا الحساب طب شو الهدف من هذا الموضوع الهدف انهم ببيعوا هاي الحسابات الحساب الموثق بوصل من 1000 دولار ل 5000 دولار وشفت كثير في مجموعات على الفيسبوك بطلبوا في صفحات وحسابات 5000 دولار طب شو الخطورة في الموضوع اول شي لازم تعرف انه فيك بعض الاشخاص بشتروا هاي الحسابات لغرض انه البيزنس وكشركة وكعمل لهم يكون موثق فبتكون لهم نسبة يعني نسبة العمل على السوشيال ميديا اكثر وهذور اشخاص بشتروا الحسابات بالنسبة قليلة جدا بينما النسبة الاكثر اللي هم الهواء في كثير من المستخدمين بيحب يكون جنب اسمه علامة صاح فبروح بدفع هاي الاموال حتى فقط ان يكون جنب اسمه علامة الصاح الازرق طب وين الخطورة في الموضوع الخطورة في الموضوع انه الشركة بتقول انه اي احساب بنعطيه الصحة الازرق او التوثيق معرض لانه نشيله منه او نزيل هذا العلامة عنه في حال انه تأكدنا انه مش شخصية اا او مش الجهة اللي بمثلها هذا الحساب بمعنى انه في حال شخص اشترى هذا الحساب وغير الحساب غير الاسم او غير بعض التفاصيل ممكن في اي لحظة شخص يبلغ عنه او اذا الشركة اكتشفت هذا الموضوع راح تشيل العلامة الزرقة او علامة التوثيق عن هذا الحساب وهيك راح يخسر كل الاموال اللي دفعها على هذا الحساب طبعا سامي ترك سؤال كمان قال انه شو يعني حسابات مجمدة حسابات مجمدة اللي هي نفس مصطلح الحسابات المتاحة الحسابات القديمة اللي مفوتوا عليها نفس المعنى وحكيت انه باختلاف من دولة ومن منطقة لمنطقة وصارت معي قديما انه مجموعة هندية تواصلوا مع فيسبوك وازالوا اشارة التوثيق عني طبعا كانوا شركة رسمية في الهند يوضعوا لفنانيين ومعجبين تواصلت مع فيسبوك وفيسبوك حذف الشركة الهندية عن الوجود كلها من فيسبوك